اشتركوا في القناة بقى فاتحها بجد بتوحشوني قوي بيوحشني الكلام بتاعكم الجميل الكومنتات اللي بتعبر كده من القلب للقلب على طول اللي هي فيها مشاعر حلوة نحيتي بجد وحشني كل حاجة انتو بتعملوها وحشني لايكات كتير قوي قوي ما بنزل الفيديو ولاقي لايكات كتير قوي شكرا لزوقكم واخلاقكم واحترامكم ليا بجد فعلا انتو ناس كما في الزوق والاخلاق وربنا يدوم المحبة اللي بنا اللهم امين قولي امين خلاص دلوقتي قاني القوان خلاص اللي احنا هنعمل مع بعض اللوبيا بعد قد ايه بعد طول انتظار يا جماعة نفسي فيها يا جماعة يا جماعة حرام عليكم مفيش يا جماعة خلاص هعملها النهاردة يعني هعملها واللي مش عايز ياكل ما ياكلش يعني دي حاجة بقى بتاعت انا بقى يا جماعة محدش لي دعوا بيا المهم خلاص حطيت اللوبيا في الحلة وشطفت اللوبيا مرتين تلاتة حطت لها مياه نظيفة وسبتها بقى على النار وكمان مليت حلة فيها مياه وحطتها على النار لحد ما تغلي عشان نعمل فيها اللحمة المسلوقة طبعا عندي شوية مواعين كده بوساط يعني مش كتير قوي زي ما انتم شايفين كده ده هم حاكتين تلاتة هخسلهم ونوقف عشان الحوض يبقى عندي نديف لان كل ما يطلع حاجة من الحاجة اللي انا بستعملها هخسلها برده اول باول عشان اخلص الدنيا عندي وحس كده برواءان ولا انا وقفة كده ريئة والمطبخ نديف وزي الفل هعودي نفسك على كده صدقيني والله مش هتتعافي خلص وانت وقفة بتعملي الاكل ممكن تعملي اكلتين في يوم واحد هتعملي اكلتين بتاعت النهارده وبتاعت بك طول ما انت وقفة كده في المطبخ هتلاقي نفسك اللي انت مفيش مواعين قدامك كتير والدنيا ريئة هتلاقيك انت متشجعة وعايزة تعملي حاجات كتير قوي هنعمل اي دلوقتي هقطع اللحمة اللحمة دي انا مطلعوها من الفريزر من الصبح يعني اعتبر مطلعها من بدر جدا ففكت معايا زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى لو فيها جلدة او فيها دهني او فيها اي حاجة هبدأ اللي انا اشلها اللحمة دي لحمة موزة لان انا على طول بحب اللحمة الموزة جنب مثلا الفتة جنب الطبيخ جنب الحاجات ديت يعني كده هقطعها بقى الحتة اللي هي المناسبة بالنسبالك قطعيها للحجم اللي ينسبك يعني انا بقطع كده الحتة اتنين بتبقى مناسبة جدا للعين لما بيجي يأكل اللحمة طبعا اللحمة بتتغسل علشان احنا كنا حطينها في الفريزة بعد ما غسلتها كويس جدا وبعد كده بقى استنيت لحدة ما المياه غليت ونزلت بيها في المياه وطبعا اللوبيا كانت معايا خلاص بدأت اللي هي تفور بقى وتغرق الدنيا على المتجاز والكلام دوك كده رحت شايل الغطة واسبتها بقى تعيش حياتها في ناس كتير لما بتيجي تسلق اللوبيا بتحط معاها كمون بس انا مش بحط اكتب لي في الكومنتات انت كمان زي كده بتحطي كمون ولا بتسلقها بميا بس يعني محتاجة شوية افكار كويسة كده لو انت بدي في حاجة زيادة واحنا ما نعرفهاش اكتبانا في الكومنتات حطيت بقى مع اللحمة حطيت بصلايا وحطيت طمط مايا وكمان حطيت ورق الغار وحطيت حوالي اربع فصوص حبهان كده واسبهم بقى يعيشوا حياتهم مع النور على النور بجده هتكلي او هتشربي احلى شربة في حياتك من غير بقى اسمها ايه اسمها ايه قولوا معايا من غير ما يطلع ريم كده على وش الحلة ولا اي حاجة بجده هتبقى الشربة طعمها حلوة كان عندي بقى في درجة تلاجة كده حوالي نص كيلو بتنجان كنت جايبها من قبل العيد بصراحة بس انا ما عملتوش كنت هعمله في العيد يعني جايبها على الاساس اللي انا هعمله في العيد جنب الفتة فلاقيت الفتة ماينفعش جنبها بتنجان لقيت الفتة لأ هي فتة كده فتة كده مع شوية مخلل كده فروحت شايلة البتنجان دوت جايبها قوانو مع اللوبيا كنت بصراحة قلت هعمله جنب بميا بس بقى اللوبيا هي اللي حالت محل بميا فروحت بقى عاملة ايه مقطعه كده انا لقيت حوالي تلاتة او اربعة بايزين رح ترامتهم وغسلتوا بقى زي ما انتوا شايفين طبعا انا كنت غسلة من الاول بس برضو بتخسليه تاني لان الميا بتدي كده انت عاشل حاجة وبتديها كده روح يعني مش انت بس اللي بتغذي روح للميا لا 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 الميا برضو بتدي روح لحاجات كتير اوي بص لما انا غسلتوا بالميا لمع ازاي وبقى شكله حل طبعا بقى عندي طماطميتين في التلاجة كده حاسة اللي هم خلاص كده تيري ومش هينفعوا للسلطة فروح تضربوهم بالاند بلندر وبصراحة بيني وبينكم كده بس اوي هتقولي الحد كسلت اطلع كيس طماطم من الفريزر قلت لأ بقى اروح وغضي طماطميتين دربوهم في الخلاط مع معلقة صلصة والدنيا هتمشي والاكل هتتقضى والحمد لله اوي هتقولي الحد حطتي لايك بقى انت حطتي لايك شكلك ما حطتيش لايك بتاعك ازعل منك دلوقتي اخصمك حطي لايك عشان احبك انا بحبك من غير اي حاجة والله بصو دلوقتي حطيت بقى التماطم كده في المصفة علشان خاطر تصف معي لان انا بحب اللي انا ما اعمل اكل يبقى متصفي ما بحبش الاكل يبقى مش متصفي خالص جبت بقى بصلايا عشان هقطحها عشان خاطر نعمل بيها التزبيكة او نخدع بيها اللوبيا شفتوا بقى باتكلم باللغة ازاي اللي هي اللغة المصرية الاصيلة دي طبعا بقى مردتش اطلع الكبة وكلام دوت لاي حبيبتي الجيش قالك اتصرفي طالما بصلايا واحدة قطعيها كده على اديكي وما تقوليش بقى لا او مش لا لا سهلة على نفسك الامور كده مش لازم بقى تطلعي الكبة وتخسلي الكبة وتخسلي السكينة لا 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 احنا يا جماعة ابسط من البساطة خليكي بسيطة كده ربنا هيباركلك في اكلك وحياتك ان شاء الله بص قطعت كده البصلايا وكمان حطتها بقى على الغطى بتاع العلبة الغطى بتاع العلبة نظيف هعمل ايه دلوقتي خلاص اللوبيا كانت السلقت معايا هحاول اللي انا اصفيها في المصفى طبعا لما تيجي تتلقي اي مية سخنة في الحود تسمي الليه تمام كده علشان خاطر بس سواء انت بتصفي مكارونة او بتتلقي مية سخنة او حتى بتصفي اللوبيا زي كده يعني حطت بقى حالة على النار حطت عليها معلقة سمنة وهبدأ انزل بالبصلايا بتاعتي اللي احنا لسا مقطعناها وهحط عليها ايه بقى هحط عليها واحد مكعب وهبدأ اللي انا احمر كل المكونات دي مع بعضها عايز اقولك بقى اللوبيا كانت عمها خطير 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 طبعا اكتبي ليه تحت في الكومنتات عملت اكل النهار ده عشان نغش من بعضينا لان انا قاعدة محتارة هعمل اكل ايه بكرة ومش عارفة والكلام ده وانا بحمر بقى البصلايا كده رحت جبت الحلة الزغيرة لانا كنت سلقى فيها اللوبيا غسلتها وانا واقفة وروحت عاملة فيها ايه هحمر فيها لسانة عصفور عشان نعمل مع بعض شربت لسانة عصفور استغلي كده الوقت الضيع بتاعك دوت في حاجة مفيدة يعني وانت وقفة بتحمري حاجة واقف كمان حمري حاجة النحية التانية على النور صدقيني الموضوع هيختلف معاك هتخلص الاكل بسرعة هتلاقي الاكل كله خلص مع بعض في وقت واحد انت لما تيجي خرجة من المضغط بيطافي النور على كل حاجة والدنيا عندك نديفة وزي الفل اللحمة بتاعتي لسه على النور بتستوي والدنيا كده تمام معانا والحمد لله كله تحت السيطرة خلاص البصلة تحمرت معايا نزلت عليها بالطماطم هحط عليها بس كده حوالي معلقة صلصة طماطم كبيرة عشان حاسة اللي هي لونها خفيفة ولونها صفرة كده طبعا معايا اللي سانع صفور بيتحمر على النار وطبعا الطماطم خلاصة هي هنقلها بقى على النار اللي هي اللي جوه بس هسيبها لحد ما تاخد غلوة لأول واللحمة كانت معايا خلاص هبدأ بقى اللي انا احط بقى الشربة على اللي سانع صفور لاني تحمر معايا خلاص للوقت اللي سانع صفور على النار والشربة كمان بتاعت اللحمة على النار وكمان الصلصة بتاعت اللوبيا على النار هنعمل ايه دلوقتي هنستغلي برضو الوقفة عندنا في المطبخ وهنعمل مع بعض شوية الرز بالشعرية عشان نخلص منهم بسرعة خلاص كده التسبيكة بتاعت اللوبيا بدأت اللي هي تتقل معايا وتحمر زي ما انتوا شايفين نزلت بكمية اللوبيا كلها هحط بقى عليها الملح وهحط كمان الفلفل اسود ولو انت عندك بهارات ممكن تحط شوية بهارات طرف كده على حرف المعلقة هسيبها بقى كده تعيش حياتها بقى كلها مع بعض ديها ولسان عصفور غلي معايا لان انا بطفع ليه اول غلوة اللسان عصفور بياخد اول غلوة وتدفع ليه ما تسيبهوش استوي على النار لأ سيبيه استوي مع البخار اللي هو هيطلع منه صدقيني هيتغذي احلى شربة لسان عصفور عمرك في حياتك مكلتها اوه يتسيبه يقعد يغلي على النار يغلي على النار بجد بيبقى طعمه مش حلوة خالص هي اول غلوة تغذية ياخدها يعني لسان عصفور كده غط الحلة ودفع ليه النور هيستوي يا هيبه هيستوي وهتاكلي احلى لسان عصفور واعمليهو على دمانتي كده خلاص الشعرية تحمرت معايا غسلت الرز وروحت نزلت بقى بيه على الشعرية طبعا انا ورا الكاميرا بعمل حاجات كتير يعني بخسل الرز لو في حاجة تلعت بخسلها بجيب الملح والتوابل والحاجات يعني شغالة يا جماعة برده كده بقى حطيت الشربة على الرز طبعا كتير منكم سألتوني يا هيبه هو انت ليه مش بتعملي الرز بشربة وعلى طول بتسيب مياه لا يا جماعة قديني ساقيته بالشربة ولا تزعله نفسكو حسيت اللي هو محتاج شربة تانية فروحت حطله كده حوالي مغرفة ونص بس كده خلاص طبعا الرز بتاعي بعد ما خد الأول غلوة رحت نقلها على العين الزغيرة اللي هي كان عليها اللي سنع أصفه نقلته عليها كده ووطيت النار لحد ما يستوي على نار هدية وطبعا النار هسيبها فضية اللي هي الرابعة لا طبعا على مين هنقلي البتنجان واحنا وقفين ونزبط كل حاج عودي نفسك على كده والله هتبقى خفيفة كده وانت وقفة في المطبخ بتعملي هنا وبتعملي هنا وبتزبطي هنا عايز أقولك اللي أنا ساعات بسيب الأكل على النار بروح ألم غسيل بروح أنشر غسيل بتبقى عبير معي على المكالمة بنوعد نتكلم مع بعض يعني كده يعني يا جماعة بصوا هنا البتنجان بعد ما طلع وبرت طبعا شوية هبدأ أعمل بقى التدبيلة بتاعته أو الخلطة بتاعته الخلطة دي عبارة عن إيه عبارة عن طوم وفلفل أحمر عصرت عليه لمونتين كبار واللمونتين دول هقولك دلوقت سأنا هستخدمهم في إيه طبعا معي كيس الملوخية هعمله دلوقتي برضو معاكم حطيت شوية خل وحطيت كمان شوية ملح صغيرين وحطيت نص معلقة كمون هبدأ بقى لأنا أتبل بقى البتنجان بتاعي دوت أو أخلي للبتنجان بتاعي بسرعة 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 زي ما انتوا شايفين ولو عايزة طريقة بالتفاصيل هسيبها لك في أول كومنت مسبت إن شاء الله طبعا قناتي التانية لكل اللي سألني عليها يا هبة هي قناتك اسمها إيه كان الأول اسمها بيتك أجمل مع هبة اتنين وانتوا قلتولي لأ هنتلغبط بينهم والكلام ده وتغيريها وكتبي مطبخ هبة فأنا بسرعة سمعت كلامكم وكتبت عليها مطبخ هبة هسيبها لك في أول كومنت مسبت فيها طريقة البتنجان بالتفاصيل من الألف للياء وهتكلي أحلى شوية البتنجان في حياتي طبعا أنا كان عندي طمط ميتين قطعتهم بقى كده حلقات وروحت حشيهم برضو الخلطة بتاعة البتنجان اللامونتين بقى رحت عصرهم فوق الوش بيده مزازة كده وطعم حلوة قوي للبتنجان أو للحاجة المخللة اللي انت عاملها طبعا أنا مش عندي ملوخية وانتوا عارفين الناس قفلة والكلام ده فكان عندي كيس بسمة في التلاجة فروحت امطلعها وهنعمله مع بعض المواعين اللي طلعت هنخسلها أول بول عشان ما يبقاش عندنا مواعين قدينا هو بقولك كل شوية عاودي نفسك على كده مواعين مطرح الطبق بتاعة التخليل والطبق اللي هنكنت حطها في البتنجان والعيال كالوفاكها فاطلع برضو مواعين والكلام كده طبعا بقى وشوك والسكينة والعلبة دي علبة ايه الكانكة دي بص كده والله العظيم ببقى فرحانة جدا اللي الحودة عندن دي كده خلاص حطيت بقى اللحمة حطتها في في اسمها ايه في اللوبيا وبقيتها حطيتها في طبق جنبي هعمل الملوخية وروح حط طبقية اللحمة في الملوخية بس عشان خطر انا بقلب بسرعة بسرعة ممكن ان اللحمة تتهري مني فانا هحطها في الاخر بعد ما الشربة غلية معي وحطت لها التوابل وحطت لها كل حاجة نزلت بقى بالملوخية دقتها لقيتها اللي هي دلعة شوية رح تحط شوية ملح وهقلبها برضو شوية وكده خلاص الملوخية خلصت معي هنعمل مع بعض الطشة ويبقى كده اكلنا خلص معنا عملنا اللوبيا باللحمة الموزة وعملنا شربة اللسان عصفور وعملنا الرز بالشعرية وكمان عملنا ملوخية وبتنجان مخل وتماطم مخللة عايز اقولك يا سلام يا سلام على الاكل الحلو ده بص كده حطيت بقى حوالي كده يعني نقول معلقة توم وحطيت عليها معلقة سمنة ونص معلقة كزبرة والرز بتاعي كان استوى معايا وكده الدنيا تمام طفيت على الاكل كله والحمد لله طبعا بقى الطشة بتاعت الملوخية دي عايز اقولك اللي عشقين خاطر الطشة تطلع معاك مظبوطة وحلوة وانت بتطش الملوخية سمي اللي سمي اللي كده وانت بتدلق الطشة على الملوخية صدقيني هتاكل احلى طشة ملوخية او هتاكل شوية ملوخية عمرك في حياتك مكلتين حطيت اللحمة زي ما انتوا شايفينها كده عارفوا لما بتسمي اللي على الاكل ربنا بيبارك فيه ربنا بيبارك في كل حاجة طول ما انت على طول فكرة ربنا طول الوقت ربنا يبارك لنا في اكلنا وصحتنا ومننا وعيالنا اللهم امين ويساعدك ويساعدني اللهم امين ويرزق كل مشتق بصوا كده دي اللحمة حطيتها على اللوبيا هبدأ بس اخد غالوة كده للوبيا يعني سخانها شوية لاني بردت معي غرفت بقى كده اللوبيا وطبعا حطيت بقى شوية الرز وعايز اقول لكم بقى هناكل مع بعض يا جماعة ماينفعش اعمل الاكل من غير مدوق معاكم ولاكل معاكم عايز اقول لك اللي اول ما اكلتها لا 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 يا سلام يا سلام بصوا بلحن بالمعلقة يا جماعة بلحن يعني فكرين اسعاد يونس في التلفزيون في البرنامج بتقحة لما كانت بتاكل الاكل وندندن كده انا كنت في نفس الحالة دي ورا الكاميرا بصراحة يعني هجيب بقى حطة لحمة كده وبرده ناكلها مع الرز واللوبيا لا لا حاجة تانية خالص يلا قومي على طول كده بكرة جيبي ربع كيلو لوبيا ولا شوف انت بتجيبي قد ايه لوبيا وصلوا ايها ويعمليها للولاد عايز اقولك اللي تعمها حكاية فعلا بتفكرني باكل زمان دي فعلا من الاكلات اللي هي متقدسة اسمع ايه مقدسة بتاعت زمان ولا الملوخية يا سيدي بس كده خلاص ده الروتسين بتاعي النهاردة بحبكم في الله يا احلى وقصية باخوات في الدنيا دي كلها ما تنسيش تحطي اللايك